أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على استمرار التعاون المشترك بين الجانبين المصري والأمريكي وتطلع إلى إقامة مزيد من الشراكات بين القطاع الخاص من البلدين في مختلف المجالات تأكيد مدبولي جاء خلال لقائه رئيس غرفة التجارة الأمريكية طارق توفيق للاستعراض جهود تعزيز الاستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال المصريين والأمريكيين وخلال الاجتماع أكد مدبولي استعداد الدولة لتقديم الحوافز المختلفة ليجد بمزيد من الاستثمارات مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لتكون المهمة الخاصة بها تسريع عملية تخصيص الأراضي الصناعية من جانبه أثنى رئيس غرفة التجارة الأمريكية على الخطوة المهمة بعرض وثيقة سياسية ملكية الدولة للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة مؤكدا الترحيب بهذا التوجه الإيجابي ترجمة نانسي قنقر